أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريج أن المنظمة علقت الحركة في قطاع غزة ليلا لمدة 48 ساعة على الأقل لتقييم المسائل الأمنية عقب مقتل موظفين بمنظمة وورد سنترال كيتشن الخيرية ومن جانبي شدد مؤسس منظمة وورد سنتر كيتشن الخيرية الطاهي الشهير حسين أندرايس على أن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل سبعة من موظفي المنظمة في غزة تم استهدافهم بشكل منهجي وأضاف أن المنظمة كانت على اتصال واضح مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي شددها على أنه على علم بتحركات موظفها